اهلا بكم مع فيلم جديد فيلمنا بيبدأ بإبجل اللي كانت ماشية في الشارع وبتتكلم في التليفون عن حركة المرور وازاي إن الدنيا زحمة وإنها تضطر تستنى اليوم الاتنين علشان تنهي موضوع مهم وكانت بتتحرك وبتنزل جوه نفق وبتمشي وكان صوت خطواتها بيرن في المكان وكان التليفون في إيديها وكانت مشغولة بيه وبتقع من إيديها شمطتها وبتتبع طرح حاجتها في كل مكان وبتحاول إنها تلم اللي وقع منها دي صوت خطوات بتقرب منها ولما بتحاول إنها تاخد علبة الكريم بتاعها بتشوف إيد ممدودة عشان تاخدها وبتتوتر وبتبعد وبيقلد الشخص الغريب حركتها وبتحاول إنها تبعد ولما بتبصه أراها بتكتشف إنه مصر يقلدها وبتبصله باستهتار وبتصخر منه وكل ما تعمل حركة بيقلدها من غير تردد وبتقوله انت فاضي بقى يا عمو عايز تلعب ولا إيه وبتضحك في سخرية وبتمشي عشان تخرج من النافق إن الشنطة مش معاها ولما بتبصه أراها بتلاقيها في إيدي وبتقرب وبتطلب منه شنطتها لكن الشخص الغريب كان لسه بيقلدها وهنا بتفكر إنها تتمثل وكأنها بترمي الشنطة عشان يقلدها وفعلا بيرملها الشنطة وبتوطي تاخدها وبعدها بتمشي بسرعة لكن بتسيب علبة الكريم بتاعها ولما بتوصل لنهاية النفق بتقف فجأة وكأن في حاجة بتشل حركتها وبتتحرك غصب عنها وبتمشي رغم إرادتها وبتقرب من الشخص الغريب وبيقرب منها وبتقف في النهاية أقصاده وبتفكر إنها تصرخ لكن الشخص الغريب بيقفل بقها بحركة من إيديه وكأنه ساحر ومش بتقدر تصرخ وبيقربه من بعضه وكانت خايفة بشكل مش طبيعي وبتبص في وشه وكان بيبتسم بشكل مخيف وبتبص له والفزع بيملع عنيها وبترفع إيديها بشكل غير إرادي وكان الشخص الغريب اللي شكله مخيف بيكشف عن وشه وبيكبرها إنها تشد في شعرها وبتنزف راسها دم وبينتهي الفيلم ترجمة نانسي قنقر